السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على اثير هذه الاذاعة المباركة ان يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مينا ومزدلفة وان يجمعنا جل علاه يوم القيامة في الفردوس الاعلى بصحبة خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب الكرام نجدد الترحاب بكم إلى هذا اللقاء المبارك هذه الأيام المباركة نستعد من خلالها لاستقبال شهر فضيل إنه شهر رمضان الأكرم ونتحدث عن خطوات لاستقبال هذا الشهر المكرم وذلك بأن نتعرف عن فضائله وعن شرف مكانته لأن هذه المعرفة تجعلنا نقدره حق قدره ونغتنمه بأحسن ما يكون فرمضان هو شهر المغفرة وشهر الرحمة وفيه تعتق الرقاب وربنا يغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مبكرا لاستقبال رمضان ويدكر صحابته بذلك لاستنهاد الهمم كان صلى الله عليه وسلم ينتظر رمضان منذ بزوغ فجر رجب فكان صلى الله عليه وسلم يقول قد أهل لكم شهر مبارك كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا أيام قبل أن يبزغ فجر رمضان الأكرم استعدادا للاستقبال لهذا الشهر الفضيل وإذا ظهر هذا الشهر وبزغ هلاله كان يقول اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا كل هذا تهيئ نفسي لكي نستعد لحسن الاستقبال ولكي نصوم صياما صحيحا بإذن الله طبعا بزوغ فجر رمضان يكون بمراقبة الهلال وبقيت أيام معدودات إن شاء الله عز وجل لكي نتشرف برؤيته وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان تلاتين فقد يكون الشهر ناقص وقد يكون كامل فإذا وقعت لنا الغمة نكمل العدة تلاتين يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رمضان يفرح ويسعد ويقول أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا مرحبا به وأهلا إنه يعبر عن فرحته ويعبر عن سعادته بهذا الشهر المبارك مما يرويه الصحابة رضي الله عنهم كان عباد بن الصامت رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أوشك رمضان يقول أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه بالرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنفسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله بهذه التوجيهات النورانية النبوية يشحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الهمم أتاكم رمضان ورمضان هو ليس كائن حي بل هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى فربنا هو الذي يسيره فيقول أتاكم وكأنه جاء لكي يعانقكم فافتحوا أبوابكم وافتحوا أياديكم وافتحوا قلوبكم لاستقبال هذا الشهر الفضيل إنه شهر بركة تكتر فيه البركة تكتر فيه الأرزاق ويغشاكم الله فتتنزل فيه الملائكة الله يكون كريم في رمضان ينزل الرحمات وينزل البركات بل وإنه يحط الخطايا جميع الدنوب والخطايا والسيئات التي كنا قد قمنا بها في مسلف فإن الله عز وجل يمحوها بمجرد أن نعقد النية ونعزم على صيام هذا الشهر صياما لمرضات الله تعالى ويستجيب فيه الدعاء الله تعالى يفتح أبواب السماء فيكون الدعاء مستجابا كل ما دع به المؤمن ربنا لا يرد دعاءه ربنا أخذ أهدا لأنفسه أنه في رمضان يكون قد فتح أبواب الإجابة لعباده المؤمنين ثم الله تعالى ينظر في العباد هل يتنفسون في الخيرات إذا وجدهم يتنفسون في الخيرات بالنهار صيام وبالليل قيام وبينهما تلاوة قرآن وصدقات وقربات وإمساك عن الفحش وعن السب والشتم كل هذه الخيرات الله تعالى ينظر إلى تنفس الناس فيها فيباهي بنا الملائكة في السماء لهذا كان سيدنا النبي يقول أروا من أنفسكم خيرا أروا الله من أنفسكم خيرا يعني كل واحد منا يحرص على أن يفعل أعمال صالحة يحبها المولى جل جلاله ويباهي به الملائكة تأكد أيها المسلم أيها المسلمة في رمضان الله تعالى يباهي بك الملائكة فكن على قدر هذا المقام العظيم الذي وضعك فيه المولى عز وجل من هو الشقي قال الشقي من حرم فيه رحمة الله الشقي هو من يقضي رمضان في أمور تافهة يقضيها في أشياء ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية صهر وليالي حمراء وقيل وقال وتفاذات وربما يدخل في عراق وخصام هذا يسمى شقي ضيع فضل هذا الشهر الفضيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويدكر بأن الله عز وجل يأمر الجنة لكي تستعد لاستقبال زوارها كان يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومرضت الجن ونادى مناد من قبل الله يا باخي الخير أقصد ويا باغي الشر أدبر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هذا كله من فضائل هذا الشهر الفضيل فمدى علينا أن نفعل أيها الأحباب وصايا عامة لكي نستقبل هذا الشهر بما يليق به من شرف ومكانة وقداسة أول شيء علينا من الآن أن نجدد النية النية الصادقة والعزيمة الجادة بأننا سوف نسير خلال هذا الشهر الفضيل على طاعة الرحمن ونكون صادقين مع الله لأن الله مع الصادقين قد يكون عندنا نوع من الوساوس أو عندنا نوع من الخطايا علينا أن نتجرد عن كل ذلك ونجدد النية مع الله عز وجل ثم بعد ذلك نجدد التوبة فقد يكون الواحد منا مبتلى هناك من هو مبتلى بعدم غض البصر هناك من هو مبتلى بإطلاق لسانه بالغيبة والنميمة هناك من يدخن هناك من يشرب خمر هناك من يتعامل بالحرام أشكال وألوان هناك من قطع للرحم جميع هذه الأصناف علينا أن نتخذ عهدا مع الله بأن نجدد التوبة وأننا نبدأ عهدا جديدا نبتعد عن الدنوب والمعاصي ونسعى إلى مرضات الله سبحانه كذلك أيها الأحباب الكرام لكي نصل إلى هذا المقام علينا بقراءة سيري الصالحين وسيري سلفنا الصالح فتاريخ الإسلام مليء بحكايات عن العباد والزهاد وعن الصائمين وعن القائمين وعن الصالحين الذين عرفوا قيمة العبادة ومنزلة التدين وكانوا في رمضان لهم حالات عظيمة تقربهم إلى المولى علينا أن نكتر من قراءة والتعرف على سير الصالحين والمقربين إلى الرحمن وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نتحدث عن سير كثير من رجالا ونساء كذلك أيها الأحباب الكرام علينا أن نبحث عن البيئة الصالحة لأن الإنسان ابن بيئته فمن كان في بيئة موبوءة فيها خطايا فيها ذنوب فيها أصدقاء سوء يقضون ليالي رمضان في القيل والقال وفي بعض المحرمات وبعض السلوكات والآداب الغير لائقة فهذا سيضيع رمضان ويكون شقيا فعلينا أن نبحث من الآن عن البيئة الصالحة بيئة فيها نتجمع على ذكر الله نتجمع على مدرسة القرآن نتجمع على العلم النافع وعلى أي خير يقرب إلى المولى سبحانه وتعالى ونجعل بيوتنا كذلك حتى بيوتنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التلفاز والمدياع نختار ما فيه فائدة هناك الغدث وهناك السمين فنتحلص من الغدث ونبحث عن السمين الذي فيه منفع هذا كله يدخل في مجال البيئة الصالحة ثم علينا أيها الأحباب الكرام أن نشهد في فقه أحكام الصيام نتعرف ونتعلم أحكام فقه الصيام لكي يكون الصيامنا صحيح نتعرف عن الواجبات وعن المستحبات وعن المكرهات وعن المحرمات وعن السنن والآداب وهذا كله ميسر ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يكون الصيامنا صحيحا وإن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن هذه الأحكام فيها فائدة كبيرة بإذن الله في الحلقات المقبلة بإذن الله الواحد الأحد أيها الأحباب الكرام ورمضان قد أوشك على أن يهل علينا فرمضان هو مكفر للذنوب رمضان هو سبب لدخول الجنة رمضان هو سبب لمنجاة من النار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يبدأ بإلقاء خطب ومواعد وتوجيهات كثيرة لصحابته قبل هذا البزوغ فجره لكي يستعدوا لاستقباله من ذلك مثلا ما ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوع من أدى فيه فريضة كمن أعتقى رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن أعتقى رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر الموسات قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم قال يعطي الله تعالى هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هذا نموذج لخطبة نبوية شريفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها على صحابته أيها الناس يخاطب الجميع قد أضلكم شهر عظيم لأن رمضان حتى السحب وحتى فضاء السماء يكون فيه رحمة ويكون نور أضلكم أضلكم فيه رحمة الله وكأن رحمة الله تضلنا أضلكم شهر عظيم مبارك لماذا ذا الشهر مبارك لأن فيه ليلة القدر الليلة المعظمة أعظم ليلة في السنة التي هي ذات قدر عظيم وبين بأنه خير من ألف شهر ربنا هو الذي فرض فيه الصيام الصيام كان مفروضا وجعل القيام تطوعا من أرد أن يقوم به بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدى فريضة في رمضان فريضة واحدة إما سلط ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء كل فريضة تعدل عتق رقبة المؤمنة وهذا الفضل لا يكون في بقية شهور السنة في رمضان كل فريضة تؤديها في وقتها مع الجماعة وبوضوئها وخشوعها ورقعها وقراءتها تكون لك كمن أعتقى رقبة مؤمنة ثم إن كل عمل صالح في رمضان يدرب في سبعين الله عز وجل جعل الحسن بعشر أمتالها في رمضان كل حسن في رمضان تدرب في سبعين كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر فيه رزق وفير وخير كثير وهذا مشاهد الآن هناك الأسواق تستعد رجال التجارة والاقتصاد والمال يشتهدون في إيجاد السلع والناس يتهيأون للتبضع جميع أنواع السلع من الأغدية ومن الأشرباء ومن الألبسة وربنا قد بشر فقال هذا الشهر يزداد فيه رزق المؤمن ثم أمرنا بأن نشتهد أيضا في العطاء لابد أن هناك فقراء وهناك أغنياء وعلينا أن نشتهد في العطاء كيفما كنا الجود يكون من الموجود الكل يعطي وكلما أعطيت أعطاك المولى جل جلاله لهذا قال النبي الكريم عن رمضان هو شهر المواسات أي شهر التكافل شهر التضامن شهر التراحم فيه المواسات بعض الصحابة وكانوا فقراء من أهل الصفة قالوا يا رسول الله هذا فضل عظيم لكن نحن فقراء ليس كل منا يجد ما يطعم به الصائم ما عندنا نحن فقراء قال ربنا يعطي هذا الأجر لكل من فقر صائم ولو على تمره تمر واحدة عندك أجر عظيم أو على مذقة لبن كأس لبن أو حليب أو على قطعة خبز يعني كل شيء أعطيته فيه فضل ومن يعمل مذقال درة خيرا يرى ثم بشر النبي الكريم بأن ذا الشهر فيه مراحل أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عسق من النار عشر أيام الأولى ربنا يتجلب فيها بالرحمات عشر أيام التانية ربنا يغفر فغاء الدنوب والسيئات العشر الأواخر ربنا يعتقوا الرقابة من النيران فرمضان أيها الأحباب الكرام مناسبة لكي يكفر المولى عز وجل جميع دنوبنا وجميع خطايانا وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا مشتنبت الكبائر ربنا يعطينا مواسم للمغفرة الصلاوات الخمس بين صلاة وصلاة ربي يغفر بين جمعة وجمعة ربي يغفر بين رمضان ورمضان ربنا يغفر كل شيء طبعا إلا الكبائر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحطنا لكي نحرص على أن لا نضيع رمضان فكان يقول مرة كان في المسجد فصعد إلى المنبر فشخص ببصره وقال آمين ثم صعد الدرجة الثاني وقال آمين ثم صعد الدرجة الثالث وقال آمين فقيل له يا رسل الله تقول آمين عند كل درج وتشخص ببصارك ما الذي وقع لك قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله من ضيع رمضان وأدركه ولم يغفر له فأبعده الله فلا غفر الله له فقلت آمين وفي الدرجة الثاني قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأبعده الله فلا غفر الله له فقلت آمين وفي الدرجة الثالي قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك ثماتا فدخل النار فأبعده الله فلا غفر الله لا فقلت آمين فأشهد عندنا أيها الأحباب الكرام أن رمضان هو مناسبة لمغفرة الدنوب والخطايا وللنجاة من النار ولدخول الجنة فمن ضيعها ضيع الكثير يكفي أن رمضان يشفع للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع تصور رمضان يكون بالنهار صيام وبالليل قيام وتلوة قرآن عندك شفعين عظيمين أنت في تأمين خالص هذا هو التأمين الحقيقي أنك إذا فارقت الحياة الدنيا وكنت صائما في رمضان وكنت ممن تتلو القرآن فإنك تضمن عندك شفاعة شفاعة القرآن وشفاعة الصيام إضافة إلى شفاعة سيدنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق من يشفع له أكثرهم عليه صلاة في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من صام يوما واحد في رمضان بعد الله وجه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا بل وإذا صام يوما واحد في سبيل الله بعد الله تعالى وجه عن جهنم مسيرة مئة عام يعني بعدا عظيما عن النار فهناك بشار بالجنة للصائمين وللقائمين والنبي الكريم من عادته كان دوما يبشر بهذا النعيم نعيم الجنة فيقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمين فيدخلون ثم يغلق الباب فلا يدخل أحد بعدهم باب الريان خاص بالصائمين في الجنة الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها ويعطي ربنا هذا الكرم للصائمين لماذا؟ لأن الصيام هو الذي فيه الإخلاص نتعلم في الصيام الإخلاص تكون في بيتك تغلق عليك بابك وأنت جائع وعطشان ولا تستطيع أن تمد يدك إلى طعام الله يرانا الله يسمعنا الله معي الله يحاسبني فتشعر بمعية الله وتتعلم الإخلاص لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشاربه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلف من صائم أطيب عند الله من المسك هكذا يبشر ربنا سبحانه نعمه على الصائمين كل عمل من أعمال البشر قد يدخله الرياء نصلي قد نحسن صلاتنا ليقال ما أروعها قد ندب للحج ويدخل علينا الرياء في الحج يدخل علينا الرياء في العمرة يدخل علينا الرياء في الإحسان في الصدقة حتى في الجهاد يدخل هناك الرياء حتى في تلوة القرآن قد يدخل هناك الرياء حب الظهور بين الناس إلا الصوم الصوم ما فيه رياء لأنك تصوم ولا أحد يدري هل أنت صائم أم مفتر الأمر بينك وبين الخالق لهذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ لأن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه وكل احتياجة النفس والجسد تركها من أجلي تركها من أجلي يعني حب الله ومعية الله لهذا بشر فقال للصائم فرحتان الله وعد أن يعطينا الفرحة في رمضان استعدوا أيها الأحباب الكرام الله تعالى يوزع الفرحة والسرور والحبور والطمأنينة والسكينة في رمضان بوفرة يوفر الله تعالى ويوزع على عباده للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وقت الإفطار تحمد ربك أنك قد قدرت اليوم في الصيام وفي الطاعة والآن مأدوب الطعام شهية يا مرحبا فرحة عظيمة مع العائلة والأحباب وتخلصنا من عناء وتعب اليوم وفرحة أخرى عند لقاء ربه المؤمن يفرح فرحة عظيمة جدا للقاء الله وفي رصيده صيام رمضانات كثيرة يفرح بهذا النعيم يفرح المؤمنون بلقاء الله قد يقول قائل بأن الصائم وهو مفتر فمه فيه خلوف فيه ريحة كريهة ربنا قال بأن هذا الخلوف في فم الصائم أطيب عند الله من المسك حتى قيل بأن تهب على أهل الجنة ريح طيبة فيقولون ربنا ما أطيب هذه الريح ريح طيبة تهب في الجنة فيقول الله عز وجل ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الذاكرين اللهم آمين يا ربي كريم أيها الأحباب الكرام ونحن نستعد لاستقبال رمضان الأكرم لعلنا نتساءل ما هي الأعمال الصالحة التي يجب فعلها في شهر رمضان هذا الشهر أيها الأحباب هو شهر الخير شهر البركة شهر تتضاعف فيه الحسنات لهذا أوسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكتار من الأعمال الصالحة وأولها أن نحرس على الصيام فالصيام هو عبادة وطهرة في لقاء الله عز وجل الصيام أيها الأحباب الكرام نتعلم من خلاله نترك كل احتياجات الجسد من طعام ومن شراب ومن شهوة نتخلص من الرغبات الجسدية ونجعل أرواحنا ونجعل نفوسنا تشرق وربنا يفرح بصيامنا فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ووعدنا ربنا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فصيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله عز وجل لكل الدنوب لماذا؟ لأن الله تعالى قد كتب علينا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فترة قصيرة جدا نصومها ولكن سوف نفوس فوزا عظيما لعلكم تتقون الغاية من الصيام هي التقوى تحصيل التقوى والتقوى معناها القرب من الجليل بالإضافة إلى الصيام علينا أن نحرس أيها الأحباب الكرام على الصلاة لأن الصلاة عماد الدين وبها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي الرقل الثاني من أركان الإسلام أركان الإسلام أولها شنثا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرقل الثاني هو إقامة الصلاة فعلينا أن نصلي هناك بعض الناس يتهون في صلاتهم في الأيام العادية وعليهم إذا جاء رمضان وأهل أن يعقدوا عزيمتهم ليحافظوا على الصلاة في وقتها مع الجماعة بخشوعها ووضوعها ورقعها وسجودها وطمأننتها الصلاة أيها الأحباب الكرام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة طبعا بعد أن نؤدي الفرائد يستحب في رمضان أن نكثر من النوافل لأن النوافل تقربنا أكثر من الله جل جلاله وربنا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته كذلك أيها الأحباب الكرام في رمضان علينا أن نستعد للقيام النهار هناك صيام والليل هناك قيام فربنا عز وجل فرض علينا صيام رمضان والنبي الكريم سن لأنا قيامه وأخبرنا بأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من نبيه قيام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من نبيه وهذا الأمر يتحقق ولو بركعتين كل ليلة ولو ركعتين كل ليلة والسنة النبوية كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنين ويوتر بواحدة هذا ما يسمى بسنة النبي وهدي النبي الكريم في رمضان كل ليلة يسلي عشرة ويختم بواحدة ويترا ويسلم عند كل ركعتين وعباد الرحمن معرفون بأنهم يكترون من القيام وربنا أتنى عليهم في كتابه العزيز وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما من صفات عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقيما وأتنى الله على تعالى عن الصالحين أنهم ليلهم لا ينامون كثير ليلهم مليء بالذكر مليء بالصلاة مليء بالعبادة وقد قال ربنا عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في رمضان الاكتار والاشتهاد في تلاوة القرآن فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين ونحن نصوم رمضان لماذا؟ لأن فيه القيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلنحرص على أن نقتني المصحف الشريف ويكون صديقنا ويكون حبيبنا ويكون قريبنا ونقرأه يوميا بخشوع وتدبر وحبّد أن نأخذ كتاب تفسير لكي نفهم معاني القرآن الكريم صباح مساء أن نحافظ على الورد القرآني الورد مثل الباهيمة تريد الماء فتصح كذلك المؤمن عنده ورد قرآني يسقيه المولى من كلامه جل جلاله ثم نحرص أيها الأحباب الكرام على الصدقة في رمضان فالصدقات في رمضان نعمة عظيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصدقة في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان من الريح المرسلة وبشرنا بأن من فتّر صائما كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان سنة الاعتكاف فالنبي الكريم سن لنا اعتكاف في رمضان وهو أنك تتخلص من كل أسباب الحياة الدنيوية وتخلو مع ربك وكأنك في غار حراء تدعو الله تعالى تعبده تشكره وتناجيه وتنقطع عن الخلق عن العمل عن التجارة عن الأولاد عن الزوجة عن الأهل عن الأحباب وتبقى مع ربك الاعتكاف وقد يتحقق ولو بين صلاتين بين الظهر إلى العصر أو بين المغرب إلى العشاء وقد يكون النهار كله وقد يكون عشرة أيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرة أيام من كل شهر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما أيضا الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان العمرة فالعمرة في رمضان نعمة كبيرة من وفقه الله ويسر له لآداء هذه العبادة في رمضان كان من الموفقين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا لا يسقط حجة الإسلام فحجة الإسلام فريضة لمن استطاها إليها السبيل لكن العمرة في رمضان فيها فضل كبير تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان تحري ليلة القدر ومعلوم كما ذكرنا بأن في رمضان أعظم ليلة في السنة ليلة القدر خير من ألف شهر نغتنمها بالصيام والقيام والعمل الصالح وسيدنا النبي كان إذا أقبلت أيقض أهله وشد مئزره وأحيا ليلة فهذه جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان أحبابنا الكرام ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل وهو على الأبواب ونعلم بأن الضرفية التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره جراء جائحة الكورونا وهناك ظاهرة شاعت بين الناس حالة من الاحتياج هناك فقراء هناك محتاجين هناك أيتام هناك أرامل هناك من توقف عن العمل هناك من لا مورد لهم فرمضان هو شهر الموساة وشهر الرحمة ومن من أفطر فيه صائم له أجر عظيم ومن أعطى أعطاء وصدقات وقربت في رمضان ربنا وعد بأن يعطيه خيرا كثير فهذا الشهر يستحب فيه الصدقات والإكتار منها على اختلاف أنواعها قد يكون تكون الصدقة عبارة عن مال قد تكون عبارة عن مواد غدائية كقفة رمضان قد تكون عبارة عن أدوية لبعض المرضى والمحتاجين قد تكون هذه الصدقة أداء أداء تمن فاتورات الماء والكهرباء أو أداء تمن الكراء فالإذن يبحث عن الفقراء والمساكين ما أكثرهم في كل مكان وليحرص في رمضان أن يعطيه ويتصدق حتى إن بعض الصالحين يؤخرون زكاة أموالهم إلى رمضان ويخرجونها في أواخر شعبان في مثل هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم يبحثون عن الفقراء وعن المساكين وعن المحتاجين ويوسعون عليهم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر الوفير فقال أفضل الصدقة في رمضان الصدقة فيها فاضل ومفضول فالفاضل طيلة السنة الصدقة عظيمة لكن في رمضان فاضلة هنا في غيرها من رمضان مفضولة وفي رمضان فاضلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجودة والعطاء فهو كان أجود الناس في كل حين في كل شهر سيدنا النبي كان كريم مرة امتلك تغوى كبيرة واد من الغنم فلقيه أعربي وقال لمن هذا الغنم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي الكريم هل أعجبك قال نعم قال خده فهو لك فسقه الأعربي وهو فرحان وذهب إلى قبيلته وقال أيها الناس هناك في المدينة رجل يقول بأنه نبي وإنه ينفق ولا يخشى الفقر فإذا بالقبيل كلها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتسلم لأن العطاء وتأليف القلوب على الخير ربنا يفتح به بوادر الإيمان لهذا سيدنا النبي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة كان معطاء ولا يخشى الفقر لأنه يعلم بأن الرزق بيد الله وأن الله تعالى وعد بأن من أعطى ربنا يخلف عليه وما أنفقتم من شيئين فهو يخلفه وخلفته بالأضعاف المضعفة من أنفق درهم في سبيل الله ربنا يعطيه عشرة إلى مئة إلى ألف إلى ما لا نهاية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم وأيضا أيها الأحباب الكرام أن من فطر الصائم له أجر عظيم مثل أجره إذا فطرت صائم لك مثل أجره فإذا فطرت صائم واحد طيلة رمضان كأنك صمت شهرين متتابعين وإذا فطرت ثلاث صائمين في رمضان كأنك صمت ثلاث أشهر متتابعة زائد شهرك أنت هو الرابع وإذا كان هناك عشر أو مئة فقير أطعمته وسقيته فإنك تأتي يوم القيامة بشهور كثيرة من رمضانات وأنت فلح أصلي صمت رمضان واحد في السنة لكن بقدر عطائك ربنا يكتب لك بأنك صمت كثيرا لهذا هناك الكثير من أهل الصلاح والفلح يتنفسون في الخير في هذه الأيام ويعدون قفف رمضان هناك من يعدها بنفسه هناك ربات بيوت في بيوتهم تشتري المواد الغدائية وتعدها في بيتها مع صديقاتها ثم يذهبون إلى البيوت الفقيرة ويوزعونها وهناك رجال أعمال يبحثون عن جمعيات لها مصداقية ويطلبون منهم أن يقتنوا هذه المواد الغدائية وتوزيع الفقراء والمساكين فعلينا جميعا أن نشهد أيها الأحباب الكرام في العطاء لا نحرس على الأخذ نحرس على العطاء لأن الأخذ ما فيه فضل ولكن الفضل في العطاء وحتى في العطاء هناك الإكرام ما يسمى بالإكرام أن الإنسان يعقد موائد إفطار ويدعى لها حتى غير الفقراء أصدقاء عائلة جيران أحباب زملاء في العمل لسأليف القلوب فبين الفين والأخرى نعقد إفطارا جماعيا نجمع فيه العائلة والأحباب فيه أجر وتواب عند الله تعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من إنفاق كثير هو أيضا كان يدعى وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت وأفطر كان يقول لهم في الدعاء أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة هذا دعاء لابد أن نحفظه إذا دخلنا إلى بيت وأكلنا وشربنا حينما ننصرف نقول لهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة وفي رواية وصلت عليكم الملائكة وإذا أكلنا وشربنا لابد أن نشكر فإن الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أيضا أيها الأحباب الكرام كل من يعمل عمل صالح في هذا الشهر الفضيل له أجر وتواب كبير فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار فعلينا أن نشتهد في الصدقات فالصدقة تطفئ غضب الله الصدقة كما يطفئ الماء النار تطفئ غضب الله إذا كنت قد عملت جرما أو خطيئة وتنظر بأن الله قد غضب عليك ممكن أنك تقوم بالصدقة فهي تطفئ غضب الرحمن كما يطفئ الماء النار والصدقة تزيد البركة في المال فمن أنفق نفقة يبتغي بيوجه الله بورك له فيها بورك له فيها أي كترت بركتها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما نقصت صدقة من مال أيضا الصدقة أي الأحباب الكرام فيها شفاء للمرضى إذا كنت أنت مريض أو عندك في بيتك مريض زوجتك أولادك أمك أبوك أحبابك تصدق والنبي الكريم كان يقول داو مرضاكم بالصدقات وخير الصدقات في رمضان الأكرم للفقراء المساكين الصائمين الراكعين ثم إنها الصدقة تقيك من ميتة السوء هناك الميتة الطيبة هناك من يموت وهو بين أهله وأحبابه يقرؤون القرآن ويحمل جثمانه في موكب جنائزي مبارك وهناك الله احفظنا وإيكم من يكون عنده ميتة سوء مات بميتة خبيثة والعيد بالله فالصدقة تقيك ميتة السوء ثم إذا مات العبد والصدقة دافعان في قبره وتحميه من ملائكة العذاب تقول الصدقة يا ملكة العذاب ابتعدوا عن هذا الميت فإنه كان في الدنيا متصدقا قيد حياته فإننا أباء وأمهات وعائلة قد ماتوا نتذكرهم ونتصدق عليهم رحمة ونورة فإذا تصدقت على أبويك أو على ميتك من أقاربك فإنه في قبره يكون منعما فاللهم تقبل منا أجمعين قناة نصائح وإرشادات مجانية أيها الأحباب الكرام ونحن أو شكنا أن نستقبل الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم هو شهر الأخلاق وشهر القيم وشهر السلوك والأداب العامة فعلينا أن نكون مثاليين في أخلاقنا لا قيمة للصيام ولا قيمة للقيام ولا قيمة لقراءة القرآن ولا قيمة للاعتكاف ولا قيمة للصدقة والإحسان ما لم يكن له ثمرة ما هي الثمرة ثمرة كل هذه الأعمال الصالحة هي الأخلاق الحسنة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق المفروض أن المجتمع الإسلامي مجتمع الفضيلة مجتمع الصلاح مجتمع الخير مجتمع السلم التعايش المحبة والوئام والتسامح هذا ما ينبغي أن يكون ثمرة صيامنا وقيامنا وصدقاتنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم بأن في رمضان سيقع هناك مشاكسة وقد يكون هناك غضب وقد يكون هناك احتقان ازدحام في الطرقات ويكون هناك منافسة بين التجار ويكون هناك تصابق بين الناس واحتكاك فقد يكون هناك نوع من الانفلات في الغضب لهذا نبغنا وأرشدنا معلم البشرية سيد المرسلين وإمام الأنبياء والأتقياء ماذا قال؟ قال الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقول إني مرء صائم هذا توجيه نبوي شريف لكل الصائمين الصيام جنة ما معنى جنة؟ يعني وقاية المفروض أنني ملقح وأنا صائم استطعت أن أمسك شهوتي ورغباتي وأيضا علي أن أمسك انفعالاتي وغضبي فعلي أن أكون مسالم وألجأ إلى الحوار وألجأ إلى الأخذ والرد مع الآخرين بالتي أحسن فإذا كذا صوموا يوم أحدكم إياكم فلا يرفث ولا يفسق الرفث هو مقدمة الجماع كأن ينظر بعينيه في الشارع العام ينظر إلى امرأة حسناء أو امرأة تنظر إلى رجل وسيم أو في التلفاز أو في مجلات أو غير ذلك هذا الرفث مقدمة الجماع نتجنبه والفسوق هو العصيان أن الإسان إذا خاص مفجر أنه يقول كلام يثبد ويرعد ويبرق هذا كله فسق في الجدال ولا يجهل يعني حينما يتخاصم يقول كلاما فاحشا جارحا إياك أن تجهل فإن سبك أحد أحد سبك أو شتمك ماذا عليك أن تفعل هل تعطيه الكيل مكيالين لا تقول إني مرء صائم أنا صائم أيضا أيها الأحباب الكرام خصوصا في رمضان علينا أن نبتعد عن شهادة الزور شهادة الزور للأسف تكون عند المحاكم الناس يشهدون زورا يغيرون الحقائق لمصلحة ومنفعة تكون في الأسواق العامة حتى عند التجار يبيعون بضاعتهم باليمين الكاذب حتى عند بعض الناس في الشركات في الإدارات يقولون كلام مغاير وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث حرية التعبير كلام يقال زور وحتى في بعض المؤسسات البرلمانية والجماعية وعود كاذبة لا يتحقق منها شيء إيانا جميعا والشهادة الزور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه لا داعي للصيام إذا كنت عازم على أنك تغير الحقائق تأكل أموال الناس بالباطل وتسيء إلى الآخرين وتكذب عليهم إياك أن تصوم وأن تفتر لأنه لن يفلح نسأل الله أن يحفظنا جميعا لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام عن اللغو والرفة اللغو والرفة الصيام عن الطعام والشراب أمر هين وسهل بل صحي تبت صحيا بأن من يصوم في رمضان جسمه يتجدد والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا نشدد لكن إذا كان هذا الصيام مقرونا باللغو والرفة والفسوق والعصيان فلا داعي للصيام لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينسي وصية ويقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وده أدى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء فهذه كلها دعوات أخلاقية دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ونهان عن الإساءة وتجنب السلوكات المنحطة ولنتمسك بالقيم النبي له صلى الله عليه وسلم بُعِثة لإتمام مكارم الأخلاق وخير خلق دعا إليه النبي الكريم هو خلق الحياء كان يقول لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة